أهلا وسهلا بكم في هذا الدرس سنرى كيفية حل مشاكل الترجمات العربية في الأفلام والأشريط المرئية عموما على توزيع لينوكس التطبيق سيكون على توزيع أبونتو لكن أعتقد أن نفس التطبيق يمكن تطبيقه أيضا على توزيع الأخرى هناك مشكلتين أساسيتين تواجهان من يستعمل الترجمات العربية لمشاهدة الأفلام هناك مشكلة الترميز حيث تظهر الترجمات العربية بأحرف أو برموز غريبة ومشكلة ثانية هي أن الترجمات تظهر بأحرف عربية لكن معكوسة من اليسار إلى اليمين نحن سنرى كيفية تحل هاتين المشكلتين ونرى أيضا أشياء أخرى تمكننا من إظهار الترجمات العربية بشكل جميل من ناحية الخط اللون والتأثيرات نبدأ بقارئ الأفلام الافتراضي في توزيع أبونت وأغلب توزيعات لينوكس رما تمدها لبيئة المكتب Gnome وقارئ توتم لكن معرفة ذلك ندقل على مساعدة ونجد مشاغل الأفلام توتم هو القارئ الافتراضي إذن نبدأ بتغيير الترميز ندخل على تحرير التفضيلات وهنا في الترميز نختار عربي Windows 1256 فيتغير الترميز ليظهر الترجمات العربية كما يجب الخط من هنا يمكن اختيار الخط ويمكن اختيار حجم الخط اختيار خط عربي يمكن من إظهار الترجمات بشكل جميل لكن خيارات برنامج توتم محدودة بنسبة للترجمات العربي لهذا انصح باستخدام قارئ آخر هو قارئ اسمبلاير والذي تلاحظون الآن قارئ اسمبلاير متوفر في مركز برمجية التفضيلة ومن لم يجد يمكنها ايضا تحميله من موقع البرنامج الرسمي هناك نسخة خاصة بويندوز وهناك نسخة خاصة بلينكس اذا اعود للبرنامج لاشرح كفية التعامل معه وايضا حين نقوم بفتحه او تشغيله اول مرة يكون هناك مشكل بالترميز لذلك ندخل اولا على اعدادات هنا اعدادات ننتقل للترجمات وهنا في الترجمات تكون هذه النافذة التي تظهر لنا بدئيا حين ندخل للترجمات وهنا في اعداد ترميز الترجمة نختار ويندوز عربي اثنى عشر ستة وخمسون نفس الشيء اذا جميع قراءات الافلام المرئيات نختار ترميز ويندوز عربي ستة وخمسون لتظهر الترجمات العربية كما يجب اشياء اخرى بالنسبة للترجمات في برنامج يمكن التحكم فيها هي الخطوط والالوان اذا دائما منها الترجمات ننتقل لليسان فانت and colors من هنا يمكن اختيار الخط اختيار خطوط عربية ملائمة يمكن اختيار خطوط عربية طريقة تثبيث الخطوط العربية تطرقت لها في تار سابق يمكن ارجع لها كلما ثبت خطوط عربية فستكون لك هنا امكانية اكثر لاختيار خطوط عربية هنا امكانية اختيار الوان الترجمة الظل هنا امكانية اختيار امكنة ظهور الترجمة بالنسبة هنا لأسفل الشاشة اما تكون في الوسط على اليمين على اليسار يمكنك ايضا اختيار هل تريد ان تظيرها في الاعلى في وسط الشاشة او في منتصفها هنا اختيارات خاصة بالنسبة للخطوط الفرق بين الخطوط اذا هناك اختيارات عديدة بالنسبة للالوان يمكن والخطوط يمكن التحكم فيها في برنامج اسم بلاير طيب هنا انتهينا من المشكل الاول مشكلة الترميز وايضا رأينا كيفية تحسين ظهور الترجمة العربية المشكلة الثانية هو انه من يستعمل برنامج اسم بلاير ويفاعل هذه الخيارات وبالخصوص يفاعل هذا الخيار هنا الخيار الاخير تظهر له مشكلة ان الحروف او الترجمة تظهر معقوسة باحروف معقوسة من اليسار لليمين هل هذا المشكل يمكن عن طريق تثبيت برنامج ام بلاير 2 ادخل هنا لمركز برنامجية ابونتو من جديد لان برنامج اسم بلاير يعتمد بالاساس على برنامج ام بلاير والنسخة القديمة من برنامج ام بلاير فيها ذاك المشكل من حيث الترجمة العربية حينا نقوم بتفعيل ذاك الخير اذا نبحث في مركز برنامجية ابونتو عن ام بلاير 2 النسخة الحديثة منه نسخة اثنين ام بلاير تؤعيد اثنين ام بلاير اثنين تقوم بتثبيت هذا البرنامج الذي سيكون هو النتيجة الواحدة او الوحيدة التي تظهر في برنامج مركز برنامجية ابونتو تثبثه فتختفي مشكلة الاحروف المعقوسة تلقائيا لا تحتاج لقيام بأي شيء فقط للتأكيد او في حال استمرار المشكل وهي نسبة ضعيفة جدا تندقل لعام وهنا في ام بلاير اكزيكيوتيبل تدخل هذا المسار الا من يكون موجود يوزر بين ام بلاير فيتم بالتالي الاعتماد على برنامج ام بلاير الذي قمت بتثبيته للتو لتشغيل اس ام بلاير اذا كما لاحظتم هناك حالة الترجمة او طريقة اظهار الترجمة بالنسبة فهي لاحظ معي مثلا الخط الذي اختارت الاعدادات فالترجمة تبدو بشكل جميل مقارنة بالبرنامج الافتراضي الذي هو برنامج لكن الاختيارات تبقى على حسب الضغم من حيث اللون والتأثيرات والخط انا رأيتكم فقط كيفية التعامل معه اذا كان هذا الدرس كيفية حال مشكلة الترجمة من حيث الترميز والاحرف المعكوسة في توزيهات لينيكس نلتخي في درس قادم ان شاء الله الى اللقاء